بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا عدد؟ فإن الموضوع موضوع مهم جدا وهو الكلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك وضوابطه وعثاره ولا أظننا نوفي الموضوع حقه ولكن بحسب الإمكان أيها الأخوة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأصل من أصول العقيدة لأنه أداة لإصلاح المجتمع أداة لإصلاح المجتمع مما يحصل فيه من مخالفات تصرفات غير لادقة ويجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلافى به ما يحصل في المجتمع من خلل السلوك والأخلاق والتصرفات فهو جانب مهم ولذلك الله سبحانه وتعالى حفّ عليه في قوله كنتم خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي قوله سبحانه وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إلى الخير ويأمرون بالمعروف فأولئك هم المفلكون حصر الفلاحة فيه لما يقومون به من إصلاح للمجتمع المسلم ذكر سبحانه عن الأمم السابقة أن منهم من يأمر بمعروف لنعن المنكر وأثنى عليها قال سبحانه ليسوا سواها لما ذكر ما فيهم من العيوب قال ليسوا سواها من أهل الكتاب أمة قائمة اتلونا آيات الله آماء الليل وهم يسودون يؤمنون بالله اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما ذكر عن أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم استياج السمك في يوم السبت لأنه يوم عبادتهم تفرغهم للعبادة حرم عليهم سيد السمك في هذا اليوم وابتلاهم في أن السمك يكثر في هذا اليوم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتهم لا تأتي الابتلا امتحان من الله عز وجل ليختبرهم حيالا ما أمرهم به أو ما نهارهم عنه لما رأوا كثرة السمك طمعوا فيه والله نهارهم عن الاسطياد فماذا يفعلون لجأوا إلى الحيلة حفروا حفرا على جانب البحر ونصبوا فيها الشباك فإذا جاء الماء بالحيتان سقطت في هذه الحفر وأمسكتها الشباك وتبقى فيها فإذا جاء يوم الأهد وانتهى وقت النهي أخذوها أخذوها احتالوا على حكم الله جل وعلا فمن الحاضرين من بني إسرائيل من أنكر عليهم هو منهم من سكت ومنهم من باشر وأخذ السمك وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مولكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوه أو لا ينكروا ونجوا ونجوا طائفة الثانية ما أقرتهم على ذعله لكنها لم تنكر عليهم لأنهم يقولون لا فائدة الإنكار عليهم لما تعظون قوما الله يذلكهم أو أذبهم عذابا شديد فأجاب الذين أنكروا قالوا معذرة إلى ربكم ننكر عليهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلا ييأس الإنسان بالنتيجة طيبة للأمر بالمعروف والمنكر مهما كثرت المخالفة وعظمت فإن الآمد بالمعروف الناهي عن المنكر لا ييأس ويقول لا فائدة على الأقل يبقئ ذمته ولا يعدى من يستجيب له معذرة إلى ربكم ولعلهم اتقوا فلما نسو ما ذكروا به أنجينا الذين انهون عن السوق وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كان يفسقه ذكر أنه أنجى الذين انهون عن السوق الذين أنكروا المنكر نجر وذكر الذين باشروا وعصروا الله أن الله أخذهم بعذاب بئيس والعياذ بالعذاب شديد بما كانوا يفسقهم وسكت عن الذين سكتوا فلا يدر مع الناجين ألا مع الهالكين والله والله أعلم أنهم مع الهالكين لكن يبعثهم الله وعلى مياته كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالح قال نعم إذا كثر الخبر فيهلكون ويهلك الصالح مع إذا لم ينكر عليه وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذين الجيش الذي يخصف الله به الأرض ومعهم سوقتهم عمالهم ليس فيهم فقال يصيبهم يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله من القيام على مياتهم ولما ذكر ما حدث للأمم السادقة في سورة هود التي كفرت بالله وعصت وعصت الرسل ما ذكر ما حل بهم من الدمار والهلاك والبوار قال سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن حسابه الأرض يعني هل لا لولا يرمعنا هل لا فلولا كان من القرون من قبلكم هذه التي هلكت من يأمر بالمعروف وينهى عن الموث واتبع الذين ظل إلا قليلا منهم قليل ما أنكروا قليل أنكروا لأن الخير لا يعدم ولله الحمد مهما كذر الشر الخير موجود واتبع الذين ظلموا ما أتلبوا فيه وكانوا مجرمين فدل على أنه لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما حصل لهم هذا الدماء والهلاك إذن فالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر رمانة رمانة للمجتمع من الهلاك وكما وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على سخينة في البحر أصاب بعضهم أعلىها وأصاب بعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها يصعدون إلى من بوقهم ليستقوا الماء من عندهم فقال بعضهم لبعض لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوه لهلكوا جميعنا الأعلى والأسفل لأن المال الذي دخل السفين غريفة ولو تركوهم يخرقون السفين وهم قصدهم أنهم ما يشبون على اليهود لكن ما هو كذا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا هكذا يوخذ على يد المخالب السفين سبيح لأن لا يهلك نفسه ويهلك غيره هذا مثال واوة للأمر بالمعروف أنه يعني هم يقرر في النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشر لا يتركون لأنه لأنهم يتركوا تسببوا في هلاك المجتمع كله فيجب على أهل العقول وأهل العلم أن يأخذوا على أيدي السفهاء شغطة عليهم من الهلاك وشغطة على المجتمع إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة ضمانة لنجاة المجتمع كله وفقدانه وفقدانه مظلة الهلاك للمجتمع كله إذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هلك المجتمع كله الصالح والطالح الصالح لأنه لم يمكن والطالح بلمجة هلك إذن فلابد من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المجتمع لابد من هذا ضروري في المجتمع ولكن ما طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رتب هذا وبين فقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أبعث الإيمان في رواله وليس وراء ذلك من الإيمان حتى تخرده إذن فالذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته ليس بقلبه إيمان لأنه لو كان بقلبه إيمان لأنكر المنكر بحسب استطاعته ومقدرته لا يكلف الله نفسا لأوسعاد فقوله صلى الله عليه وسلم بيده هذا لأصحاب السلطة ينكرون المنكر باليد وينزيدونه باليد أو أب السلطة الذين نصبهم الإيمان للقيام بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر أولا ينوبون عن الإيمان فوواهم الإيمان لذلك وأنابعهم فهم يغيرونه بأيديهم لهم صلاحية ولا أحد يعتذر عليه فإذا لم يكن سلطة للإنسان فإنه ينكر المنكر بلسان لا بيده للسان بأن ينهى الناس ويحذرهم ويبين لهم هذا منكر وهذا حرام إذا كان عنده علم إذا كان عنده علم ويرى المنكر فلا يسعر السكوت بل يبين للناس يدعوهم إلى الله ويحذرهم من العقوبة ويرعقوبهم في التوبة ويبين لهم إن هذا شيء حرام وأنه خطير هذه ناحية ناحية الثانية أنه أيضا أنه أيضا مع أنه يبيض الناس ينكر بلسانه أنه يتصل بمن لهم السلطة يبلغهم يتصل بمن لهم السلطة ويبلغهم عن المنكر ومكان ومن ومن يقوم به ولا يسكت مثل لو رأيت حريقا شب في محل هل تسكت يا يحرق المجتمع كله بلد كله لكن تبادل بإبلاغ الدفاع المدني مدى ولا تسكت هذا أشد من الحريق المعاصي والجنوب أشد من الحريق يجب أن تبلغ من يعنيهم الأمر ليزيل هذا المنكر ولا تسكت تقول ما علي ما تقول ما علي عليك مدام نتقدر على الإنفار من لسانك والبلاء للمسؤولين إما مشافة وإما مهاتفة وإما مكاتبة وإما توصي أن يبلغهم فلابد من هذا لابد من هذا فإذا لم تستطع ما عندك استطاعة ومعرفة بالمنكر والأحكام الشرعية أو ما مكنت من الكلام ومنعت عندك قدرة على الكلام لكن منعت من ذلك فإنك تنكره بقلبك فلا يسقط عنك إنكار المنكر وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تبتعد عنه وعن أهله ولا تجالسهم ما تقول أن منكر بقلب يتجلس معهم لا ما يجوز ابتعد عن مكان المنكر الذي لا تستطيع تغييره باليد ولا بالنساء ابتعد عن مكانه وعن أهله حتى تسلم بنفسك ولهذا قالوا هنك هل لم ينكر المنكر بقلبه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد إذن الأمور مرتدة أي فوضة الأمور مرتدة في هذا تبهى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا ماذا يشترط بالذي يأمر بالمعروف ويناء عن المنكر يشترط ثلاثة أمور العمر الأول قبل الإنكار الأمر الثاني في حال الإنكار الأمر الثالث بعد الإنكار تنتظر الأمر الأول قبل الإنكار وذلك بأن يكون عنده علم لما هو المنكر وما هو المعروف يأمر يكون عندهم علم يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه ألا يكون بجهل فقد يحرم خلالا ويحل حراما وقد يفتي بغير علم ويضر نفسه ويضر الناس يكون عنده علم بما يأمر به وعلم بما ينهى عنه إذ المعروف هو ما أمر الله به كل ما أمر الله به فهو معروف والمنكر كل ما نهى الله عنه هو منكر فهو يكون عالما بالأوامر والنواه لا أبد من هذا يكون مؤهلا بذلك هذا قبل الإنكار وأما ما في حال الإنكار أن يكون رفيقا حليما متأنيا حال الإنكار رفيق ما يكون عنده عنف قسوة حليم لا يغب إذا واجه شيئا إكراره لا يغب يكون عنده حلم يكون عنده حلم سعد صدر لأنه مثل الطبيب يعالج مريض يعالج مريض فالطبيب يصبر يعني إذا رأى المريض وصعوبة المرض إنه يرفق بالعلاج شيئا كذلك الذي يأمر بالمعروف إنه عن المنكر هذا هو طبيب المجتمع فعليه بالرفق وعليه بالحلم وعليه بمعرفة العلاج المطارب لهذا المنكر هذا حال الإنكام يتصف بهذه الصفات وأيضا لا ييأس من زوال المنكر أو على الأقل من براءة للمتيه قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ولعلهم اتقوا يكون عندها حسن ضم بالله عز وجل حسن ضم بإخوانه المسلمين فلا يأخذوا العنف والغضب إذا صرف تصرفاتاً غير لالقة ولهذا يقولون لا يكون إنكارك للمنكر منكراً وليكن أمرك بالمعروف معروفاً لا يكون إنكارك للمنكر منكراً يعني غير الطريقة الشرعية هذا منكراً وتكون أنت أشد جرماً من العاصي في إنكارك على غير طريقة شرعية يكون أشد جريمة من العاصي سيتكون عندك الرفق والحلم والطريقة الشرعية في إنكار المنكر ويكون عندك حسن ضم تأني مع العاصي وأخذه بالسعى والرفق والمعالجة كان رجلان من بني إسرائيل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان من بني إسرائيل واحد يقع بالمعاصي واحد رجل صالح كان الصالح ينهى هذا العاصي كرر النهي نهى الأول يوم نهى الثاني يوم ثم لما تكرر منه المعصير أخذه الغضب والعيام الله فقال والله لا يغفر الله لكلا أخذه الغضب وقنت من رحمة الله وقال والله لا يغفر الله لكلا منه فغضب الله عليه وقال من ذا الذي يتأل علي أن يحرق علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله قد غفرت له وأحبطت عمله فالعاصي يرجو مغفرة الله وإن كان عاصي مدام من يمؤمن يرجو رحمة الله ولا يقنق من رحمة الله وكذلك أخوه الذي ينهى لا يسيء الظن به ويجزم أنه لم يتوب ويجزم أن الله لم يغفر له هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع أخيك العاصي هو أخوك وإن كان عاصي عليك بالرخط به فهذا يقوم في حال الإنكار وأما ما يكون بعد الإنكار فهو الصبر على ما ينالك من جراء إنكار المنكر ومتابعة الناس ينالك أذى وينالك كلام سيء وينالك وقد تهدد وقد تذرى تجرى هل يتبو الصبر ولا تقول خلاص ما داء منهم ما هم قابلين ولا نفسان منهم يتركهم لا أصبر أصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ما تستمر إذا ما أصار عندك صبر ما أتستمر ولهذا يقول لقمان لابنه وهو يعظ يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر شوف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحتاج للصبر الذي عنده صبر ما يستطيع الاستمرار بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر لا بد من الصبر واصبر على ما أصابك من الناس من جرى أمرك لهم ونهيك لهم اصبر على ما يصيبك من كلام ومن فعل ومن لا تجزع لا تترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر مهما أصابك أنت على أجر أنت على خير فما يصيبك فهو في سبيل الله مكتوب لك في دواغين أعمالك ولا تدري ربما ينقلب هذا الذي هذا الذي آذك ينقلب صديقا ومحبا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى هذه الخصلة وما يرزق هذه الخصلة إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم في سورة العصر الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي خسر كل إنسان فهو خاسر سواء كان عربيا أو عجبيا ملكا أو صعلوقا غنيا أو فقيرا ذكرا أو ونثا عالما أو جاهلا كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات الصفة الأولى الذين آمنوا والإيمان بالله سبحانه وتعالى الصفة الثانية عملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات الصفة الثالثة تواصلوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف أننا يعلموا تواصل بالحق الصفة الرابعة وتواصل بالصبر على ما يصيبهم ماذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وهو أفضل الخلق ماذا واجه من الناس لكنه صبر واستمر على دعوته وتحمل ما يناله من المشاق حتى أثمرت دعوته وأخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور وانتشر دينه في المشارق والمغارب بمواصلته للدعوة وحسن ظنه بالله عدم يأسه من هدايته لما جاءه مرة خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ضائق الصدر من شدة ما نقي من قومه خرج يمشي على وجهه ما يدري وان يروح يهيب ما يدري وان يروح فجاءه ملك الجبال جاءه ملك الجبال المؤكّل بالجبال فقال له أنا رسول ربك إليك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين محيطين بمكة إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم لعم الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا انظروا الحلم خسن الظن بالله عز وجل وانظروا ماذا أنتجت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصف الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فالذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله احتاج إلى خلق تخالق به الناس وخالق الناس بخلق حسن قال الله لا ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك لكنه كان رحيم القلب عليه الصلاة والسلام واسع الأمل بالله عز وجل فلذلك اجتمعوا عليه أعداءه الذين كانوا يبارزونه بالعداء أصبحوا في آخر الأمر من أعظم أصحابه والمجاهدين معه نتيجة حلمه وصبره ومواصلته للدعوة صاروا من خواص أصحابه يدافعون عنه ويقاتلون دونه وهم بالأمس أعداء قابلونه بالكلام القبيح وبالسب والشتم وبالضرب أحيانا صاروا في آخر الأمر من أخص أصحابه والمجاهدين معه والمدافعين عنه صلى الله عليه وسلم تحملوا الدعوة بعده ونشروها في الآفاق جاهدوا في سبيل الله بعد وفاقه نتيجة ما أعطاه الله من الحلم والصبر وحسن وحسن الضن بالله ومواصلة العمل فعلى إخواننا الذين يأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر يعني الذين وكنا إليه ما هذا وإلا كلنا يجب أن ننكر المنكر بحسب استطاعتنا من رأى منكم منكرا من رأى منكم منكرا هذا حطاب عام لجميع المسلمين أن يغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لألك أوعف الإيمان هكذا لا تترك الأمة وقال ما فيهم فائدة اتركوه مثل ما قال بنو إسرائيل لم تعرضون قوما لا لا نيأس لا نكل لا نمل نتعاون نتعاضد فعلى إخواننا الذين وكل إليه ما بالجانب أن يقوموا به على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يواصلوا العمل وهم على خير وليكن المسلمون من ورائهم يؤيدونهم ويدافعون عنهم ما نقول ما يحصل منهم أخطاء يحصل منهم أخطاء يعني مبسا لكن لا نتخذ من أخطائهم سبيلا إلى الوقوع فيهم وإلى سبهم والكتاب عنهم في الصحف وغير ذلك بل نلتمس لهم العذور ونؤيدهم ونشجعهم وننبههم على ما يحصل منهم من الخطر اذكرون عن ملك عبد العزيز رحمه الله أنه إذا جاءه من يتكلم في رجال الحسبة فإنه يهدده ويغلب عليه ولو كان رجال الحسبة أخطاء يغلب عليه ويهدده أو يؤد بهيضا ثم ينصرف ما حصل شيء على رجال الحسبة ثم يستدعي من حصل منه خطأ سرا وينبه ويعالجه هكذا وإلى رجال الحسبة بشر تحرون ينزل ملائكه ينرون بالمعروف ما وهي إلا منكم من أخوانكم وهم غير معصومين لكن نعالج الأخطاء بطريقة الشرعية ولا نتخذ من أخطاء بعضهم سبيلا إلى النيل منهم والكلام فيهم هذا سبيل المنافقين منافق يفرخون مثل هذه الأشياء أما أهل الإيمان فهم يسوءهم هذا الشيء لكنهم يعالجونه بحكمة وتعاون ونصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته نصحونهم بالطريقة التي لا يشعر بها أنها تكون بين الناصح تكون سرا بين الناصح والمنصح هكذا نتعاون مع إخوان أرجال الحسبة وننبههم وننصحهم فيما بيننا وبينهم ونبين لهم الطريقة الصحيحة ونبين لهم الخطأ حتى يتلافر هكذا المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسدي السائر والحم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا فرجال الحسبة منا وهم قائمون بعمل جليل فنتعاون معهم بالعلم بالتنبيه بالإرشاد بدلالتهم على على مواقن المخالفات هذا من التعاون معهم ما نقول ما علينا منهم ألا شيء واجب عليهم أن ما علينا منهم لا ما هو هكذا فواجب نتعاون معهم بأي وسيلة تنشطهم وتقويهم وتقومهم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله بمعجل يا شيء صالح وزاهد على أهل المحاضرة قيمة الدافعة والصلاة التي رقل ما يتعن لهذا وراء إن كان الآن كما نترى مع علي أنه لا كان يوفاق مثل هذه الجمسة ولكن يكفي من اتقلال وفيما أتره وفقه الله وسدد كشف بكثير من الأخور التي تكون في أدهار للشباب ويتي أيضا ورد بعض التساؤلات عنها هذو ناس بكثيرة مع الشيخ كما ترون من هالة الأسيرة ولا شك أن هذا يدد على قرب الشباب منكم ويتمنون أن يأخذوا من علمكم وأيضا كذلك أرسهم على أن تتمدوا هذا الوقت كي يستفيدوا منكم هناك أسئلة وردت من بئاسة العامة لإهيئة الأمر المعروف النهي المنكر لعلى أعرض بعضها وأمزج ذلك بعض الأسئلة التي تأتي هنا أول رناس التي وعدت لكم يقولون فضيلة الشيخ كذلكم الله خيرا هل نشهر بعض القضايا التي تم القض عليها من قبل الهيئة عن طريق الإعلام كالإنترنت يعد من إشاعة الفاهشة نعم بلا شك الواجب الستر من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخر والذي ينشر مثل هذه الأمور هو ممن قال الله فيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيجب أننا نتعاون معهم ولا نفرح بأخطائهم وننشرها بأي وسيلة ما ننشرها لا بالمجالس ولا بالإنترنت أو ما تسمون ولا بالصحف والجرائد لأن هذا معناه تجريح لنا نحن تجريح لنا نحن لأن هؤلاء هم خيرة المجتمع وهم قائمون بواجب عظيم فإذا جرحناهم فمن يقوم بهذا الواجب يعني تبون ملائكة يزلون من السماء يمرون بالمعروف وينعون عن المنكر الله جل وعلا جعل الرسل من البشر ما أنزل ملائكة للبشر أنزل رسل من البشر يدعونهم ويعلمون فهم بشر يحصل منهم من خطأ ويحصل منهم لكن تقويم والتعاون يكون بالنصيحة معهم سرا لا يضل عليه أحد هناك أحسن الله لكم على الشيخ أحسن الله ويسأل إذا ظهر المنكر في المجتمع ولم يقوم وليد الأمر بإزالته ويقفض ذلك ولم يجد معه لإيكار سرا ألا ينطبق على هذه الحالة حبيث السفينة وأنه يغلق على يده سوف يقف أمور من المجتمع والله هو أكبر لا شك أن المنكر يجب إنكاره على أي حالة ولكن ما يكون إنكار المنكر منكرا وإيه طريقة شرعية هذه طريقة معتزلة هم الذين يخرجون على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف وأنه يعاني المنكر هذا غلط ولي الأمر له حق وله مكان وهو ظل إذا ذهب الظل ماذا يبقى للناس وهو سترة للمسلمين تسترون من خلفه إذا ذهب من يبقى أمام المسلمين وليس هو من الملائكة ولا من الرسل هو بشر يخطي المناصحة معه إيصال النصيحة له والدعاء له بالتسبيت هذا هو الواجب مع ولاة الأمور وإذا قاموا عليه كما وانشقوا عليه حصل من الشر أكثر مما كان قاموا من أجله انحل الأمر اختل الأمن تسلط الأشرار فصار من الشر أكثر مما قاموا من أجل إنكاره نعم من أسئلة يقول فضيلة الشيخ حضر الله هل يجوز لي ضرب من وقع في مغصية ليعترف بارتكابها نعم يقول هل يجوز لي ضرب من وقع في مغصية ليعترف بارتكابها الاعتراف لا يوخذ بالإكرار ولا بغضر الاعتراف ما يوخذ بالضرب والإكرار إنما يوخذ بطريقة الاختيار والإكرار الصحيح نعم من الأسئلة بعد الشر يقول هل إلا إذا كان هناك قرين قوية على أنه واقع في الجريمة هناك قرين تدل على هذا فإنه يضرب بقدر ما يعترف مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اليهودي الذي كان عنده مال أخفاه والقرين أن المال موجود عنده فأمر علي أن يعذبه حتى يقر إذا كانت هناك قرين واضحة على أن كذاب وأن جاحت أنا بأسا أن يتخذ معه شيء من التعذيب حتى يعترف بالحق معبد الشيخ أخبر الله يقول هل من يقول بجواز المظاهرات يحذر منه أم هي مسألة اجتهادية لا تجوز المظاهرات بحال من الأحوال أنتم رأيتم المظاهرات بأعينكم شفتم ماذا جرت ماذا دمرت من البلاد ماذا قتلت من النفوس وأيتمت من الأطفال وأرملت من النساء ماذا شردت من البيوت والبلد المظاهرات ما تصلح لكن العلاج ما هو بالمظاهرات العلاج بالطرق الشرعية الكفيلة بحصول المقصود وهذا يكون على أيدي العلماء وأهل الراي ما يكون على أيدي العامة والغوغى هذا الله يسأل يقول قرأته للعلامة بن الغيم عبارة له في كتابها قرب الحكمية أرجو من الشيخ شرحها وهي وبالدقيق الفطنة أنك لا ترد على المضاعي خطأه بين الملاء فتحمله وجبته على نصة الخطأ وذلك خطأ ذال ولكن ترطف في إعلانه به حيث لا يشعر به غير نعم بلا شك مخاطبة الناس على قدر منازلهم ما يخاطب العالم بخطاب الجاهل ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم ولا يخاطب الفرد مخاطبة الملوك ولا يخاطب الملوك مخاطبة الأفراد كل مخاطب بحسب ما يليقوا به لأن هذا أدعى لحصول المقصود الله جل وعلا قال لموسى وهارون وقد أرسلهم إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبي قال فأتياهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال لموسى عليه السلام فقل هل لك إله تزكى قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هكذا يبدأ معه فإذا ما أجدى فأنت أديت الواجب عليك ويكون هناك رأي آخر لأهل العلم وأهل البصيرة ما للغوها والعوام نعم معالي الشيخ قال الله لكم يقول سائد حجل الناس وتجميع العدد الكثير بدعوة الاختساب عن المسؤولين هل هو من طوب إن كان المنكر لا هذا هو نفسه المنكر جمع الناس على أبواب المسؤولين هذا يفرح العداء ويغيظ لأهل الإيمان هذا ما يوجد المراجعة تكون بأسلوب مناسب تكون من شخص مناسب تكون في وقت مناسب أيضا هذه المراجعة لا المراجعة لا بأس بها لكن لابد لها من ضوابط نعم معالي الشيخ يقول هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديم المخالف بإنزال العقوبة الشديدة عليه لعله أن يقف هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديم المخالف لإنزال العقوبة الشديدة عليه لعنه أن يقف نعوذ بالله لا يجوز هذا ظلم لا يجوز أن تظلم المخطي أو الذي عليه مناقشة أن تظلمه وتكتب شيئا ما هو عليه هذا ظلم والله لا يحب الظالمين نعم وردت عدة تساؤلات بعض الشهاد عما انتشر عن أحد الدعاء فهو يقول أن تنظيب الضاعة ليس عندهم تساهل في تككير المسلمين وليس عندهم تساهل في مسأة الدماء حتى شوش هذا على بعض الإخوة وقال 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 إنني لا أداف عنهم فما معالي وهذا ليس مشاننا الدخول به هذا ليس مشاننا الدخول به ونعافينا الله منه ونسأل الله يكفي أن شرم نعم أيضا هناك تساهلات كثيرة عن مسألة ما يقع في مال وهذا أحد الإخوة هو طالب من المال يقول ما قام به بعض الماليين المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد وحركة فوق وحرام ضد الحكومة المالية هل يعد هذا جهادا في سبيل الله مع أنه بدأ الآن بالتفجيرات الانتحانية في المدينة وأيضا عدد من الأخوة يسأل ما هو موقفنا مما يجري في مال أنا لا أتكلم عن شؤون الآخرين والبلاد الأخرى هذه أشياء لم أطلع عليها ولم أعرف أسبابها ولا ولا أتكلم فيها نحن نتكلم في الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وضوابتنا إليه أما الكلام على الدول الأخرى هذا ليس من شأن يأفوه نعم يقول هل الانكار على الاختلاط أصل من رسول أهل السنة حيث أن من خالفه يكون مبتلعة الانكار على الاختلاط البيان البيان يبين أن الاختلاط حرام وينهى وينهى عنه ويقول لرجال الحسبة عمل في معالجته وأما التعنيف وأما القسوة وأما هذا لا يجيدي شيئا نعم يقول سار يختجوا البعض بوقائع وقعت وقصص لبعض السلف في مشروعية الإنكار العلمية على أولاة الأمر فما توجيه وكم رحكم الله نعم يقول يهتجون ببعض القصص والوقائع التي وقعت من بعض السلف في الإنكار العلمي على أولاة الأمر فما هو توجيه عليكم بالكتاب والسنة وما القصص والسواليب والأشيء هذه ما ندري عنها شيء شيء صحيح وبالشيء ما هو صحيح والصحيح ما ينبغي شاعته وعندنا الكتاب والسنة والحمد لله فيهم الكفاية يسأل يقول ما حب إقلاق الجهاد المختصة عن الطالب الذي يحظه شهادة مزوى أو الذي يأتي بمنحة غيره ويبدل الطالب بأن هذا من ذات طلب العلم فليس فيه شيء هذه من أمور النظام التعليمي هذه من أمور النظام التعليمي والجهاد المختصة لها متابعة في مثل هذه الأمور وأنت ما كلفت الله تفتش على الناس نعم يسأل يقول هل يجوز وهذا حدرقه منسوب الهيئة يقول هل يجوز التجسس على من يشتبه وقوله في معصية يقول حيث إني أعمل في الهيئة وهل السكر على العاصر بعد القبض عليه أمن ملهوم وهل إذا هرب المخالف يجب عليه أنه طارد يا أخي نظام الهيئة لها نظام الهيئة لها نظام كمشي على النظام في أدائك العمل وإذا أشكل عليك شي راجع المرجع الذي ترجع إليه الهيئة في مشاكلها ولكن السؤال السؤال ما هو السؤال يقول هل يجوز التجسس على من يشتبه التجسس لا يجوز لكن التحسس يا بني يذهبوا فتحسس ميوس فواخ تحسس والمتابعة لأجل المصلحة الراجحة تحسس إذا كان إنسان مستبه فيه عنده اشتباه فلا بس أن يتابع وأن يتحسس عليه حتى يظهر إما أنه بريء أو أنه واقع فيعالج بما يناسب نعم ويسأل هل يستطر على العاصي بعد القضي عنده أمرا مذموما نعم يستطر على العاصي ويجرى عليه ما يستحقه من العقوب ويستطر عليه ما يشهر وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا ما يجوز تكفي عقوبته نعم هذا سواء من أحد الإخوة طلاب المنح يقول في بلادنا كثرة المبتدعة ونعرف هدي السبخ معاملة المبتدعة بحسن إرشابهم لنا إلى كيفية معاملة أهل البدع خصوصا في بلاد الكفار التي يقل فيها المسلمون يسأل عن كيفية معاملة أهل البدع تبتعد عنهم لا تخالط أهل البدع ولا تجارسهم ابتعد عنهم لتسلمنت من بدعتهم وإذا كان عندك علم ومقدرة تنصحهم وتناقشهم وتبين لهم هذا واجب عليك نعم أيضا يسأل يقول بعض الإخوان الذين يدرسون في الجامعة يسرقون علماء السعودية وحكامها فهل نهجبهم ولا نسلم عليهم ولا نجالسهم أو نجالسهم ونخالقهم ما دمنا نعرف أفكارهم لا تجالسوهم وأما كلامهم فهو عليهم حكام السعودية ولا يضرون إلا أنفسهم نعم ولا يهمكم أمرهم الرسل تكلم فيهم تكلم في الرسل لسيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل فيه ما ذكره الله وما جاء في الحديث للسيرة النبوية ومع هذا الصبر وانتظار الفرج هذا هو الواجب على المسلم عدم الاستعجال بمثل هذه الأمور يقول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت نعم يقول هل يجوز الذهاب إلى مكان الفساد والضلال من الإنكال عليه نعم إذا كنت من بجال الحسبة هذا واجب نكتذب إلى مواقن الشبهة وتقوم بالواجب نحو أهلها أما إذا كنت نسلم من إجابة الحسبة فلا تذهب إلى المواقن إلى المواقن التي لم تؤمر بالذهاب إليها ولم تكلف بالذهاب إليه لأنه ما ظهر لك شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم أنت ما رأيت شيء ما دم منك ما رأيت شيء الحمد لله معافيك الله نعم يقول أحسن الله إليكم مع الشيء قرأت في تاريخ ابن جميل أن عبد الله ابن سبا اليهود قال ابدأوا بالطعن على عمرهم وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس فأود شبع هذه الإضاءة هذا منهجهم أنهم بدأوا أن ابن سبا بدأ بسد عثمان ربي الله عنه خليفة الراشد وتشهير به لأجل أن يستهير الناس عليه وهو يهودي ما يستكفر عليه هو يهودي لكنه أظهر الإسلام وهو يريد بذلك طعن في المسلمين فلا يستكفر عليه ما يقول من الكلام الباطل نعم الثاني يقول مع الشيطة وقفة الله كيف نرد على من قال إن رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لأنه انقطع منه الوتين وبين قول الله أزوجل ولو تقول علينا بعض الأخاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين غير شو السؤال سؤال قيب يقول كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لأنه انقطع منه الوتين انقطع أو قتل كتابة انقطع منه الوتين ما ادل ما طلعت ما طلعت على هذا ولكن اللي انقطع منه الوتين يموت لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين يعني لقتلنا يقول معرفة جزاكم الله خيرا ما نصيحتكم فيما يجري الآن في العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي لما يسمى بالربيع العربي هذه فتنة على يد الكفار علينا أن نثبت على ديننا ونثبت مع ولاة أمورنا نخافض على بلادنا وعلى أمننا واستقرارنا وأن نكثر من الدعاء أن يدفع الله عننا البلاء ويكف عنا الأعداء نعم ولا نرجف الناس لجوجاكم الكفار وجوكم ما نرجف ونخوف الناس نطمعنهم نقول النصر قريب والله يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين وله بهذا أول كيف الكفار نعم هذا أحد قلاب الشباب يسأل وهي مثلا تكرر السؤال عنها يقول أنا طالب في الكبيرة كذا يقول ومنذ ملتزر منذ أربع سنوات ولكنني مدمن على مشاهدة المواقع الناس وفي كل مرة لا تنو وأبكي وأرجع إلى الله عز وجل وأهن سعانا أعود مرة أخرى إلى الدنب ومشاهدة المواقع والعادة السدوية الحمد لله أنك عندك شعور في الذنب والخطأ وأنك تتوب كل مرة تتوب هذا هو الواجب أنك إذا تكرر الذنب تكرر التوفي ولكن عليك أن تبتعد عن مواقن الشر وعن أصحابها لا تجالس أصحابها أو تجلس في المجالس التي تعرض فيها هذه الأشياء ابتعد عنها عن مجالسها ومجالسة أصحابها وعليك بالنية الصادقة والعزم على التوبة ويعينك الله عز وجل نعم مع الشيخ هذا سؤال وتكرر يقول هذا إن الشاب يكون شيخ فاضل ثابتنا الله ما هو موقف وموقف الشباب من قضية سوريا وكيف نشاركهم وننصرهم علماً مع الشيخ أن هناك حقيقة تجيش مجموعة من الشباب وخرج مجموعة منهم وهناك أخبار تنقل في قتل بعضهم وفي مشاركة بعضهم الله يا أخوان ما ندخل في مشاكل الدول الأخرى لها أهلها ولها من يقوم بحلها منهم أنفسهم من الشعوب الأخرى هي اللي تعالج مشاكلها أما نحن علينا الدعاء لهم علينا الدعاء للمسلمين لأن الله يحميهم وينصرهم على عدوية ولا نملك إلا الدعاء نعم هذا العام الشيخ أستعرف هذا السؤال لأنه عقب عليه بقوله أرجوكم بأن تعرفوا سؤالي على قولة الشيخ وإلا ما جعلتكم بحلم مني وأنا خصمكم يوم القيامة لا أقول صاحب الفضيل واشهد الله على ربكم وبعد سمعنا عنكم أنكم قلتم بأن سمان العودة لا يزكى فهل هذا صحيح وأنكم تحذرون وتنصحون أن لا نسمع لدروسه وحضراته فهل هذا صحيح والله أنا ما أبكر أن يجعلن هالكلام وأنا ما أتكلم بأحد إلا إذا ثبت لدي عليه ما أخذ فأنا أحذر منه أما هذا الرجل لا أستمع لأنه أنا أستمع كلامه ولا أحرص عليه أنا مبتعدا عن كلامه كلام غيره من هؤلاء أنا أستمع لأنه ما يأتيك بشيء وسع صدد يأتيك بشيء يطلب خاطرك ويكدر خاطر فأنا الحمد لله بعافية من هؤلاء ومما يقولون نعم هذا سؤال معنا أشتغل ما هو يستعود وهل يجلس أن أتواقى وأعمل فيها مع العلم أن أحد زملاني عرض علي أن أتواقى معه فيها وأسلم بهاية الشار 1500 ريال وأنا ريال وأنا في البيت استمع السعودة إش يسلم يسلم 1500 ريال هو لا يعلم هو في البيت أنت قلت للسلم 500 ألف لا 1500 ريال هذا كذب والكذب لا يجوز ولا يجوز الاحتيار واكل أموال الناس بالباكل نعم استردكم على الشيخ الأبعال طيب استرد أيها الأسلم مع الشيخ يقول هل فقيح أن الدعاء الأمود ليس ضروريا أن ينخذ فيه إذ ولي الأمود الدعاء ليس من نوع أن تدعوه في جميع الأوقات المناسبة وليس من نوع وأما الصلاة فلا يدخل فيها شيء ولا يزاب فيها شيء إلا بثتوى معتمدة من أهل العلم الذين يعرفون الأحوال التي يشرع فيها القنوط فهذه الصلاة لا يزاب فيها شيء ويزاب فيها شيء إلا بثتوى شرعية من الجهة المفتصة التي تعرف المبررات للقنوط نعم أي مرأة سابق كيف نرد على من قال إن الجهاد في سوريا جهاد دفع وأنه يجب علينا مصرهم لأن إخوة لنا قلت لكم لا تدخلون بمشاكل سوريا ولا غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ حضرت الله نحن نقوم بشرف خطبة يوم جمعة قبل أذان صلاة جمعة لعدل فهم قومنا العربية ثم بعد الأذان يخطب الإمام بالعربية فهل فعلنا هذا من البداع وما توجيهكم في هذا أجوز ترجمة الفطبة لمن احتاجوا إلى ترجمتها أجوز ترجمتها بعد نهاية الفطبة بعد الصلاة مثلا يترجم الخطبة للحاورين أو يكون في مكان خاص يترجم لهم نعم أيها من رسلة مع الشيخ يقول لي إخوة وأخوات في البيت يشاهدون المسلسلات ويسمعون الأغاني عندما أنصقهم لا يسمعون لي وربما يؤدي هذا إلى قطع علاقة معهم فهل يتوز لعدم نصحهم امتفاضا على الرحم ومنع لقطعه إذا كنت تسكن معهم تخالطهم فلابد من استمرار النصح ولا تقطع النصح أما إذا كنت في مكان آخر منعزلا عنهم ولم يقبل النصح فابتعد عنهم وأنت أديت الواجب والحمد لله نعم يقول سمعت شخصا يؤخني على قصيدة البوصير ويقول إنه ليس فيها شركيات ما توجيه كم هذا شيء معلوم كثير من الناس يقرؤون في أيام المولد أكثر مما يقرؤون من القرآن ويتقربون بها إلى الله أما أنه قال ليس فيها شرك هذا جهود للواقع بل فيها الشرك الصريح يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يعني الله ما يولاد به إنما يولاد بالرسول يوم القيامة ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام العياذ إنما يكون بالله عز وجل ما يكون بالمخلوقين عبادة العياذ عبادة إن لم تكن في معادي آخر عن يوم القيامة آفدا بيدي وإلا قل يا جلة القدمية يعني نسي الله عز وجل يوم القيامة فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وآخر أما الله ما ندخل بها ومن علومك علم اللوح والقلم اللوح المحكوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير يقول هذا من علم الرسول يقول هذا بعض علم الرسول إذن وين الله ما لله ذكر في هذا إن شاء الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن نعم يقول يا شيخ عز وجل الله إليك امرات قريبة لي تقول إنها عملت مجموعة فيها جوال مع عدد من صليقاتها كل يوم ترسل إليهن أربع صفحات على القآن يقالها كورد يوم ومن تقرأ ترسل علامة على أنها قرأت والتي لا ترسل تذكر فهل هذا الفعل فيه شيء وهذا أنا ما أعرفه لكن القرآن ما يعمل بهكذا هذا قد يكون فيه هانة للقرآن القرآن يلقى مباشرة على المتعلم المتعلم يحضر عند المدرس ويقرئه القرآن هكذا طريقة السلب الصالح نعم هذا سؤال ما أقول إخوة الله من أقول ما أقول ما أقول الاكتفال بالنور بالنبو نعم بدعة احتفال بالمولد النبوي بدعة بدعة ليه لأنه محدث ما حدث إلا بعد القرون المفضلة ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعلته القرون المضبرة إنما جاء مع الشيعة الفاطمية لما استولوا على مصر جاءت معهم البدع من عبادة القبور والموالد وغير ذلك فهو بدعة بدعة لا يجوز العمل به ولا إقامته واللي يحب الرسول يتبع الرسول ويطيع الرسول رسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد الرسول ينهات عن الإحداث وأنت تأخذ بالمحدث وتعمل به هذه معصة للرسول صلى الله عليه وسلم وليست محبة للرسول محبة الرسول تقتضي اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام تمسك بسنة نعم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم معامل الشيخ التكارب والسؤال عن جماعة التبليغ والسؤال هل جماعة التبليغ تعتبر من الفرق الضالة ما قوله يا إخوان هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على عقيدة التوحيد واتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بحاجة إلى جماعة التبليغ ولا غيرها من الجماعات نحن والحمد لله على طريقة واضحة وبينة علينا أن نتمسك بها من يدخل معنا في هذا الخير حياه الله ومن جاء يريد صرفنا عما نحن عليه فلا حياه الله ولا قبول له نعم معالش يقول هناك مقولة ويسأل عن حكمها هذه مقولة فيما تعمل بكتاب العز وجل يقول من المقولة وذات حسني مبارك أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي فوكزه مرسي فقد علما حكم هذه المقولة هذا تحريف لكتاب الله حسي وجل نسأل الله العافق فلا عبد بكلام الله عز وجل يعني موسى عليه السلام كريم الله صار مرسي حول ولا قوة إلا حرفت الآذة تلعب بها إلى هذا الحد نعم أيها يقول مرسي يقول مرسي بمن يكون من الحسين خير من بلع الأرض من معاوية معاوية له فضائل والحسين رضي الله عنه فضائل رضي الله عن الجميع كل منهم له فضائل أما تفضيل بينهم فهذا عيد الله عز وجل نعم يقول قرأت لكم في الأنترنت جوابا مع عليكم حيث سئلتم هل يؤجر سيد قطر فيما أخطأ فيه أجر المجتهد المخطر وأجبتم بأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى يكون له ذلك والسؤال هل معنى الاجتهاد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو معناه عند الرسولين نعم الاجتهاد هو استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم أما الهدبة مثل سيد قطر وغيره فليسوا من أهل العلم هؤلاء يهدبة ليسوا من أهل العلم نعم يسأل عددنا عن رأيكم في التصوير وهل كانت رأي في المراجعة عنه ومعكم التصوير في المسيط ليش رجعت عنه ما رجعت عنه التصوير حرام أقوله الآن وأنسل وشه اللي رجع عنه هل لي كلام في هذا لأن التصوير حلال تصوير مباح اللي يقول هذا يبرز كلامي مجيبه مكتوبا أو بصوتي أما الافترع على الناس والكذب على الناس هذا لا يجوز نعم من الآسلة يقول من طلاب المنح يقول عندنا إمام وفيه أعمال شركية وعليما يجمع يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور عندنا إيش؟ إمام ولديه أعمال شركية ومنها أنه يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور لرجل من صالح على زعمهم وكذلك يقوم بالتقرب إلى القبور ويقول هذا عملي إنما أفعل هذا ستبعد لفكومة من إمامة المسجد فسؤال يقول لا يوجد عندنا غير ذلك المسجد الذي يأم فيه ذلك الإمام ماذا أفعل أنا وإخواني المصلين عليكم بمناصحته لعله يتوب يترك هذا الشيء فإن لم يقبل فإن لم يقبل فلا تصلوا خلبه اعملوا لكم مصلى واجتمعوا وصلوا فيه أنتم أو ابنوا لكم مسجد قدرتم نعم أيضا هذا من أسئلة كل منح يقول في بلادنا تقوم الشرطة قد تظلم المنقبات الأخوات وقد تنتهك أعراضهم فالأخوات يخفن من ذلك فهل يجوز لهم أن يخلعن النقاب من وجوههم لماذا الأخوات يذهبن إلى هذا المكان الذي يجبرن فيه على خلع الحجاب أو على هذك أعراضهم هنا ألا تذهبن إليه هنا ألا يذهبن إلى هذا المكان والدراسة إذا ترتب عليها هذا لا تجوز اجلسنا في بيوتين تعلمنا في بيوتين ما تيسر والحمد لله نعم هناك جملة من الأسئلة الفقهية ما أدري إذا كان مناسب ألا أسئلة والله قد نسمعها ما أدري طيب من الأسئلة يقول ما حكم من يؤخر إقامة صلاة الفجر إلى وقت قريب من الإشراق أن يبقى عشر دقائق عن الإشراق ثم يجب المصطلح هل هذا الفعل صحيح؟ لا ما هو صحيح هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس كان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه من ظلام الليل وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة لأنه في طيل القراءة عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسبعين إلى المئة قراءة مرتلة يعني يقف على رؤوس الآيات ويترسل في قراءته عليه الصلاة والسلام فهو يدخل فيها مبكرا وينصر فيها حين يظهر النور وتعارف الناس بعضهم مع بعض تقدم في أول وقتها صلاة الفجر غيرها أفضل الصلاة في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر تؤخر الظهر حتى يبرد الناس وإلا العشاء فهي في ثلث الليل أفضل لمن لا يرتبط بجماعة أو من لا يشق عليه ذلك أما من يرتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة وكذلك من يشق عليه ذلك ويحتاج إلى النوم صلي وينام الحمد لله وما عدا هاتين الصلاة فهو في أول وقته أفضل نعم يقول مع الشيط رات المعروف السلف أن الرد على أهل البدع من أعظم الأمر المعروف والنهي عنه ونشاهد لهم من جعل الرد على أهل البدع من أعظم تراني ما هو الرد عليهم الرد على أهل البدع لا بد منه على المخطئين لا بد منه لبيان الحق أما إذا لم يرد عليهم فهذا من كتمان الحق لكن ما يتولى الرد إلا أهل العلم أهل العلم الذين يعرفون الخطأ من الصواب يعرفون السنة من البدعة يعرفون الطريقة للرد أهل العلم هم اللي يردو أو كلهم يرد وطلاطخ الطلاب بعضهم مع بعض وهم لا يحسنون الرد ولا يحسنون ما الذي يستحق الرد من الذي لا يستحقه لم يشون أهل العلم نعم لعلها رغم أن يكون آخر سؤال يسأل ويقول بعض الشيخة ناطبك في الله وأسأله ما هو الطريق الأسهم لطلب العلم النافع وهل أطلب العلم في بلاد الكفار أنت الآن تسأل وأنت بين المسلمين وبها الجامعة أطلب العلم في هذه الجامعة أكمل دراسك وحمد الله